البشرة اللي بتكلم عنها اليوم هي بشرة جهاز جديد اسمه مامي مامي بريست بيت او يسموها البيت سكان البيت سكان لأ بس البيت سكان ده بقى جهاز اكتر من البيت سكان ايه جهاز البيت سكان ده خلونا نتكلم الجهاز ده دخل مصر الان وبيمكن تشخيص الاورام الصغيرة جد اللي لا يمكن رؤيتها باجهزة المامو جرام او اجهزة اخر بيشخص المرض لو حتى حجمه واحد وستة من عشرة ميلي شو بقى الجهاز ده ده ايه بيجعل نسبة الشفاء 98% انه اكتشاف مبكر جدا اول ما بيظهر ولسه حاجة حجمها واحد وستة من عشرة يقول بقى الستة عال لذلك الستة اللي بتعمل كشف دوري لو هتعمل بجهاز المامي بريست بيت بيجيب لها نتيجة احسن بيمكن رؤية الورم العميق الجهاز المامو جرام بيطلع لنا الورم لو موجود في السدي من الخارج لكن الورم العميق اللي بيبقى جنب الضلوع ما بيتشافش الا بجهاز البيت سكان يمكن رؤية الورم قبل ظهور ايه اعراض بحوالي سنة يعني ده بنسميه الكشف المبكر يعني ممكن يشوف بعد الخلايا بيشوفها بقى وظيفيا يقولي الخلايا دي ما بتشتغلش زي باقية الخلايا دي شكلها كده مع ان لسه ما تحوصلتش لسه ما عملتش وارا رابعا الفحص ده بدون قلم ما فيقش وجع يعني الجهاز بيعمل تصوير للسدي بس بيشوف اي نسيج الجزء اللي بعد كده الخامس بنقول في حالات الاصابة السابقة لو واحدة جالها ورم وتعالجت منه بيبقى كشف مبكر لظهور السنويات ممكن يظهر تاني في نفس السدي او السدي الاخر لا بيقدر يكتشف هذا رجوع الاصابة بيكتشف قبل ما يظهر بحوالي مرور سنة في الجهة او الجهة الاخر ايضا المامي بيت سكان او المامي بريست بيت بيكشف لنا بيطمننا على فعالية الدواء يعني ممكن واحدة بتتعالج مثلا بعلاج كمائي نشوف هل الدواء من بعد اول جلسة هل في استجابة ولا لا في استجابة للجلستين الست جلسات دول بدلا واحد يقعد ياخد في دواء او ياخد كمائي وبعدين يقول مفيش استجابة وخصوصا للناس اللي بيقولوا لا احنا مش عايزين نعمل جراحات وعايزين نمشي بوسائل طبيعية عايزين نعمل حجامة وناخد اعشاب ونقو منعت الجسم وده كله مش غلط ولكن احنا ما نتركش المسألة كده ويعدي شهور وقتال الورن بيزيد وإحنا مش داريانين لا يبقى محتاجين الكشف المبكر بهذا الجهاز بيأتي بنتائج نقول اكثر من ممتازة طيب بنقول عايزين نقلل من خطورة مرض اورام السادي عشان نقلل من الخطورة دي العلماء قالوا فيه قواعد ويمكن الحلقة انا مش بتكلم عن جهاز وبعلن عنه لا انا ما عنديش الحمد لله الجهاز ولكن انا بقول مبشرات ان الجهاز ده بقى يشخص مبكر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة